أزمة وقود خانقة تعيشها سوريا بعد تأخر وصول توريدات النفط إلى سوحل السورية منذ أكثر من خمسين يوما بحسب وزارة النفط السورية هذا ما تطلب تخفيض كميات البنزين والديزيل المخصصة للسيارات الحكومية وتسبب بتأخر وصول رسائل تسليم المواد المدعومة للمستهلكين الأمر الذي انعكس سلبا على حركة وسائل النقل وتنقل السوريين وتأثر جميع القطاعات في البلاد تعيش سوريا أزمة وقود خانقة خلال هذه الأيام الحكومة السورية طالبت الجهات العامة بتخفيض كميات الوقود المستهلك حتى نهاية العام الحالي بنسبة 40% من الكميات المخصصة حاليا لكل سيارة معدى وسائل النقل الجماعي وذلك استجابة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية أزمة المشتقات النفطية في سوريا هي تعود لعدة عوامل أولا مع بدء الحرب وخروج منظومة الانتاج الطاقوي في سوريا لا سيما منطقة شرق الفراط عن سيطرة حكومة سورية أدت بشكل كبير إلى انخفاض الانتاج السوري سوريا كانت تنتج 386 ألف برميل ما قبل حرب الآن ربما 20 أو 25 ألف برميل وبالتالي مقارنة بالحاجة التي هي 100 ألف برميل شهريا فنحن بحاجة إلى استيراد حوالي 3 مليون برميل شهريا انخفاض التوريدات مع الحصار والعقوبات وهذه عوامل معلومة للجميع وبحسب تصريحات حكم السورية هناك احتجاز لبعض النواقع قبالة اليونان من بعض الدول الصديقة الأزمة تفاقمت نتيجة الإطباق المحكم لمسارات إمداد السوق السورية بالمحروقات وذلك على أثر خروج أغنى حقول النفط والغاز الموجودة في شرق البلاد عن سيطرة الدولة والمنع الصارم لناقلات النفط من الوصول إلى الموانئ السورية تحت طائلة الاعتداء المباشر وفرض العقوبات الآن أزمة الأقود نعكست بشكل كبير على حياتنا صعب أي شيء نعمله أنه ننزل من بيتنا على قلب البلد لأي شيء كان جامعة كان شغل أي شيء بنا نعمله يعني صرنا عم نفكر بتكلفة بعجأة بوقت يعني هلأ مثلا إذا عندي موعد أنا الساعة عشر وإذا عشر بقلب البلد فعم أطر إطلع متماني بالبيت يعني تسعى بالكثير عم أطر أن يكون طالع من البيت يعني ساعتين عم يأخذ معي بمسافة لتعدى 20 كم أو 25 كم فطبعا يعني أثرت بشكل كثير كبير وسيء ومتمنى أنه تنحل قريبا قبل لهي الأزمة كان في عنو سرافيس متوفرة أما هلأ ما في يعني فأنا إذا بدي أطلع بدي سافر أو هيك كثير بدي أطلع بكير يعني أو إذا في عندي مشوار قريب أنا بدي أضطر أني أمشي ماشي عليه يعني أو بدي روح أخذ تاكسي وإدفع أجار كثير غالي وحتى أنه ارتفعت أجرة المواصلات بالنقل يعني قبل كان يأخذ سنة منك مبلغ عادي هلأ بيزيدوا يعني وكل واحد لحاله فيه سعر خاص به فكثير تأثرت على حياتنا سعر تشجيعي أعلنته الدولة مع إحدى الشركات الخاصة الموردة للنفط أعلى مما كان عليه سابقا بهدف تلبية احتياجات الفعاليات الاقتصادية من مادتي البنزين والمازوت مع سعي حكومي للتقليل من وطأة الأزمة وزير النفط السوري أعلن عن وصول إحدى ناقلات النفط المحتجزة في اليونان إلى الساحل السوري تمهيدا لتكريرها وتوزيعها علها تسهم جزئيا بانفراج أزمة الوقود المستمرة منذ أكثر من خمسين يوما جوليا عوض المملكة دمشق من دمشق رحل مباشرة بالكاتب والمخللة السياسية سيد غسان يوسف أهلا ومرحبا بك معنا سيد غسان فصل شتاء مقبل نحن داخلون عليه وهناك هذه الأزمة الآن التي البعض يصفها بأنها لم تمر على سوريا حتى في أيام الحرب الآن ما هي الأسباب وما السياق الذي يمكن وضعه لتبريرات وزير النفط السوري في مسألة انقطاع النفط وهذه الأزمة بشكل عام تحياتي لك والأستاذ المشاهدين تعرف أن هناك حصار على سوريا وهناك أيضا تأخير بعد أن الناقلات كما قال وزير النفط واحتجاز البعض وأيضا الأحداث التي جرت في المنطقة الشرقية كان يسئل بعض النفط من هذه المنطقة عن طريق بعض التجار لذلك اليوم أصبحنا نعاني في هذه الأيام من ليس فقدان كامل للمادة وإنما تقنين لهذه المادة علّها تكفي حتى تكون قد وصلت الثوردات أيضا تعاني سوريا من عدم وجود القطع الأجنب بسبب الحصار وعدم وجود تضيط نحن بدأنا نعاني بهذه المشكلة عندما استولت الولايات المتحدة على حقول النفط وبدأ في عدم ثوريد هذه المادة إلى الداخل السوري وتم ترقة هذه المواد المحروفات وضيعها في السوق السوداء سواء في العراق أو في تركيا أو حتى في المناطق التي تحتلها تركيا في شمال غرب سوريا لذلك اليوم أعتقد أن الدولة جادة في الحصول على الكميات الكافية وأمس تعاقدوا مع شركة خاصة لتقوم باستيراد النفط ومن ثم بيعه بسعر تجيئه علّه يسدد بعض النفط في المعامل وفي حاجة بسوء نعم ما هي الأسواق التي يمكن أن تتجه إليها هذه الشركة الخاصة أو حتى الحكومة السورية وسألتك عن موقف بسام طعمة وهو وزير النفط السوري عندما تحدث بشكل واضح بأنه يلوم الجانب الإيراني على مسألة إيصال النفط إلى السواحل السورية والتأخر وزيادة الضخ لا أعتقد هو وجه لوما مباشرا لجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكن هو قال مثلا هناك الكثير من الظروف البيئية والكثير مثلا من عوامل احتجاز السفن السورية وأيضا تحدث عن عدم وجود التزامات في هذه المواضيع بسبب الظروف خارجة عن الدولة أنا أعتقد المشكلة معقدة باعتبار أولا لا يوجد مورد نفط سوري تستطيع أن تتكي عليها الدولة لا يوجد ضمانة بالسفن التي تأتي إلى سوريا وأيضا لا يوجد ربما التزام بالمواعيد بسبب الظروف المحيطة ولذلك كل هذه العوامل تجمعت وأيضا قدوم فصل الشتاء زاد من استهلاك الوقود يعني تعرف مثلا مادة المازوت تدفئة تحتاج للغاز أيضا البنزين كان هناك تقنين لأيام محددة أصبحت هذه المادة لا تكفي وخصوصا قامت الدولة أيضا بخطوة جيدة وهي تخفيض مخصصات الحكومة يعني من السيارات الحكومية وقامت بتعطيل بعض الأيام لتخفيض هذا الضغط أعتقد أن المسألة ستستمر ربما لأول العام لبداية العام القادم نعم أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من دمشق كنت معنا الكاتب والمحلل السياسية سيد غسان يوسف شكرا لك